من أحكام الحج سين ما حكم استعمال المضلة للمحرم بحج أو عمره جيم حمل المحرم المضلة على الرأس وقاية من حر الشمس لا بأس به ولا حرج فيه ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأس الرجل لأن هذا ليس تغطية بل هو تضليل من الشمس والحر وقد تبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع توبا يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استضل بهذا الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل ولا بأس للمحرم كذلك أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن وأن يعلق القربة وجراب النفقة في عنقه ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى به بعض الرأس لأن ذلك لا يقصد به الستر غالبا ولا بأس أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه به والله أعلم ترجمة نانسي قنقر